تغييرون على قانون الاستثمار وطرحوا نحو 450 مشروعاً للشركات التي ترغب في الاستثمار مشاريع تتنوع بين القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والعقارية على أن تتولى هيئة الاستثمار من الآن فصاعداً تحديد مشاريع الاستثمار في كل قطاع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بإقليم كردستان هذا ما تتضمنه خطة حكومة إقليم كردستان الاستثمارية مشاريع اللي أجيزاً من قبل هيئة الاستثمار نشوف أكثر المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وأثرت على المشاريع الأخرى كمشاريع البنية التحتية التي تخدم إقليم كردستان فحجم الاستثمارات لحد الآن من 2006 لحد الآن أكثر من 50 مليار دولار وأعلنت حكومة أقليم كردستان عن خطتها الاستثمارية العام الماضي والتي شملت قطاعات حيوية عدة مع العمل على تصحيح مسار الوضع الاقتصادي العام واعتبار قطاع الاستثمارات من أبرز أولويتها بعد النكسة التي أصابت هذا القطاع بعد عام 2014 وتهديد تنظيم داعش للإقليم ناهيك عن تهاوي أزعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي فيما يرى مراقبون أن الإقليم ما زال يعاني من عجز في الاستثمار الأجنبي الذي لا يصل في أغلب أحواله لنحو 9% ويؤكدون على ضرورة ملء هذا الفراغ من خلال التسويق لجاذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن لا ننظر من الزاوية القانونية إلى الاستثمارات في إقليم كردستان العراق وإنما يجب العمل على تسويق الاستثمار وتعريف إقليم كردستان بالخارج بالإضافة إلى أن المشكلة التي يعاني منها المستثمر الأجنبي هو الروتين الإداري عند مراجعته للمؤسسات الحكومية أيضا يعرقل قدوم الاستثمارات الأجنبية ويعامل قانون الاستثمار لعام 2006 لإقليم كردستان المستثمر الأجنبي كالمستثمر المحلي من حيث الأولوية في الحق بامتلاك كامل رأس ما لأي مشروع يقيمه في الإقليم إلا أن القانون لا يجيز للمستثمر تملك الأراضي التي تحتوي على النفط والغاز أو أي ثروات معدنية ثمينة أو ثقيلة كما يعطي القانون أمتيازات للمستثمرين كالإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى عشرين سنة وتملك الأراضي التي تقام عليها المشاريع لتشجعهم على دخول السوق الإقليمي والمساهمة في عمليات إعادة بنائه لبرنامج بالعراقي عبد الحميز زباري الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر